سلام عليكم واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي هنعمل النهاردة مع بعض تورتة 2020 يعني لايحد بيكون عنده مناسبة في رأس السنة او قبل رأس السنة او بعد رأس السنة في اي وقت يعني هكون جميلة جدا جدا تورتة يا كده ابيض في ابيض لمحبين التورتات البيضة وطعم الفانيليا يعني او تورتة الفانيليا والاهم من ده كله انها تتعامل بمنتاز سهولة وبيضة واحدة بس ومقادير بسيطة جدا زي مقادير الكيكة العادية وطريقة عملها في الخلاط زي الكيكة العادية من غير ما نعمل سبونش كيك ولا نتعب في الخطوات ولا في المقادير ولا في كل ده وبتطلع النتيجة هيلة جدا جدا وكمان طريقة تزيينها وتشكيلها وكل حاجة هتكون سهلة سهلة جدا ان شاء الله على اي حد يقدر ينفذها والنتيجة بقى يعني ما اقول لكوش روعة ولذيزة وكيكة جميلة وهشة وبتدينا نفس نتيجة الكيكة الاسفنجية بالرغم ان هنعملها بمنتهى البساطة زي ما بقول لكم وان شاء الله كل ده هنتابعه في الفيديو ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير وهنبدأ بسم الله وهيكون معايا في المقادير مقادير لكيكة عادية جدا مش كيكة اسفنجية ولا اي حاجة زي ما اتفقنا معايا كبايتين دقيقة منخلين معلقة كبيرة بيكينج بودر ورشة ملح ومعايا هنا آآ بيضة وفانيليا ومعلقتين كبار خلة ابيض ونص كباية زيت نباتي كباية حليب سايل كباية سكر نيجي بقى للطريقة كل المقاونات دي مع عدد دقيق والبكينج بودر والملح آآ بقى المقاونات اللي احنا شايفينها كلها في الخلاط على طول بمنتهى السهولة البيضة والفانيليا والسكر والزيت وكمان الخل والحليب كل ده بخلطه بقى وبعد كده بحطه في طبق فوعاء الخلط بقى اللي هنكمل فيه الخطوات وده قوام الخليط بتاعنا زي ما شفنا لازم نضربه كويس جدا جدا لغاية ما قوامه يفتح كده والسكر يدوب فيه بعد كده البكينج بودر ورشة الملح دفتهم على الدقيق وقلبتهم كويس بالمضرب الشبكي بعد كده بقى هنزل بالدقيق على تلات دفعات كده على المكونات السيلة زي ما احنا ملاحظين بالمضرب الشبكي كده على طول كل ما كمية يعني تختفي ببضيف كمية تانية ونقلب كده في اتجاه واحد وكده ضيفت كمية الدقيق كلها وده قوام الكيكة معنا بتأكد كده اني مفيش اي دقيق باقي في الجوانب او في القاع بعد كده بكون محضرة آآ قالب فرن مستطيل وآآ يعني فارشة عليه ورق زبدة ودهنا ورق زبدة بسامنا كويس جدا جدا علشان اتأكد ان الكيكة بتاعتي مش هتلزق فيه وبعد كده بقى بنزل بخليط الكيكة وبساوي كويس جدا جدا هو هيبقى رقيق قوي قوي لان هن يعني هنعمل التورتية بتاعتنا بنتها السهولة مش هنقسمها او مش نقصها من النص او كده يعني هقول لكم هتشوفوا معايا الطريقة بعد ما ساوت كل الكيكة كده هدخلها على فرن سخن درجة حرارة مية وتمانين آآ لغاية ما تستوي بعد كده نشوفها دلوقتي بقى احضر الكريمة معايا هنا كوباية كريمة خام بدون سكر اللي هي بتكون آآ سايبة بتتبع في محلات الحلواني مستلزمات الحلويات او العطار ومعايا كوباية حليب سايل بارد جدا ومعايا هنا حوالي تلات معلق كبار سكر بودر آآ السكر ده طبعا لتحليط الكريمة علشان هي خام زي ما بقول لكم وفي منها بيكون آآ يعني كريمة آآ بالسكر يعني مش هتحتاج سكر ان انت تضفيه ولو مش متوفر السايبة دي خام او بالسكر ممكن تجيب الاكياس بقى بتاع الدريم ويب اللي هي دريم آآ كريم شنطي كده الاكياس الجهزة وتضربيها زي ما هم كتبينلك على كل عبوة فانا كده ضفت فوعاء الخلط كوباية الكريمة كوباية الحليب البارد جدا والسكر البودر وطبعا بالخلط بقى او بالمضرب الكهربائي هخفق الكريمة كويس جدا جدا لغاية ما حجمها كده بيتضاعف تقريبا تلات مرات كده زي ما احنا شايفين حجمها تضاعف بس باخد الجناب وهكمل خفق فيها علشان هتعلق اكتر من كده بكمل لغاية مكوامها بصوا بقى عالية ازاي وحجمها زاد ازاي وكمان قوامها بصوا ما سكى في المضرب ازاي وده القوام المطلوبة ودي شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن اخدت في الفرن يعني من اتناشر لخمستاشر دقيقة مش اكتر من كده وبنختبرها بعود خشبة صغير بتاع الاسنان ده بنلاقيها استاوت خلاص بنطلعها على طول لانها رقيقة جدا زي ما احنا ملاحظين مش محتاجة اي وقت في الفرن علشان ما تنشفش مننا وده السنك بتاعها يعني عاملة زي زي طبقة اللي بتكون رقيقة لان احنا هنقسمها كده لطبقات بقى بمنتهى السهولة دلوقتي وعايز اقول لكم على مقاس القالب ده قبل ما انسى للبنات اللي بتحب بتسأل على مقاس القالب ده اربعة وخمسين فاربعة وتلاتين ده طبعا كبير يعني يعتبر قالب كبير لان هقسم منه زي ما احنا شايفين كده وكمان لو ما عندكوش ورق زبدة ممكن تبطنوا القالب بالسمنة وديق كويس جدا جدا علشان برضو تدمنوا ان الكيكة ما ما تلزقش معاكو لانها رقيقة ومش مستحملة انها تلزق ولا اي حاجة. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بغطى الحالة ده. آآ باخد المقاس آآ يعني هاخد تلات آآ ديسكات من الكيكة او تلات طبقات آآ اللي هستخدمهم في التورتة بتاعتي طبعا الطريقة دي سهلة جدا جدا لأي حد مبتدئ او اي حد ما عملش تورتة في حياته قبل كده يقدر يعملها. اولا الكيكة كانت سهلة وبسيطة جدا جدا وتعاملت في الخلاط. وكمان آآ يعني قسمنا الدسكات بالطريقة اللي احنا شايفينها. احسن ما نعمل كيكة كبيرة عالية ونقص تلات طبقات. وفي ناس ما بتعرفش تقص وتزبط الطبقات بتاعت الكيكة. وتتبهدل منها وكل ده. فتفاديا بقى الموضوع ده عملنا التقسيمة اللي شفناها دي. اخدنا الدسكات بالطريقة دي. وبصوا الكيكة نفسها جميلة وسفنجية وهشة بالرغم انها اتعملت طبعا بمنتاز سهولة. آآ وباخد كده بقى تلات طبقات وبصوا يعني منتظمين وكلهم مقس واحد وسمك واحد وبطلعوا مزبطين جدا جدا. احسن ما نقص كيكة كاملة ونقسمها يعني بادينا. بعد كده الكيكة اللي تبقت دي طبعا هنستعملها. ممكن تشولوه في الفريزر لأي وصفة حلوة تاني ممكن تعملوا بها اي حاجة. انا الحقيقة يعني قسمتها لتلات مستطيلات كده متساوين القطع الكبيرة منها. وزي انتهى بعد ما خلصت الترطاية وكده بس ما صورتهاش الحقيقة. وطلعت معايا تلات قطع جاتون. وبقى الكطع الصغيرة بقى اللي مش منتظمة هزين بها جناب الترطة زي ما نشوف دلوقتي. بعد كده بقى هبدأ في التزيين. معايا كده القاعدة بتاعت الترطة. او اي طبق عندي يعني مش مشكلة ومعايا حليب سائل. والكريمة جاهزة معانا. والديسكات او طبقات الكيكة خلاص جاهزناها. اول حاجة كده باخد جزء من الكريمة شوية صغرين. علشان اثبت بهم الكيكة. وانا بزاين ما تجريش معايا. باخد اول طبقة كده يعني الجزء اللي فوق. بيكون المسام بتاعته مقفولة. فانا قلبتها على الاتجاه التاني بيكون المسامة مفتوحة لاني لما نيجي نسئل كيكة بالحليب او او بقى اي عصير يعني تفضلي. ممكن اي عصير طبعا. اه مش هتشرب معانا الاستائل اللي هنضفه لها من الاتجاه الاولاني. لما الاتجاه ده اه يعني المسامة مفتوحة زي ما بقولكو فهتشرب معانا او هتمتص معانا الحليب او العصير اللي هنضيفه. وبعد ما ساعتها كده بالحليب. اه باضيف بقى كمية من الكريمة كده بالمعلاقة عادي جدا يعني بمنتهى البساطة ولا اي ادوات خاصة ولا ادوات يعني معينة ولا اي حاجة باخد كمية من الكريمة ووزعها كده عشوائي تلقائي على طول كده ولما بنحط الدسك الكريمة التاني بتزبت معانا الكريمة يعني لوحديها. بعد كده باخد تاني دسك وبرضو بقليبه على الاتجاه التاني كده وسقيه برضو بالحليب. طبعا لازم نسائل كيكا باي سوايل سواء الحليب زي ما انا بعمل او سواء عصير زي ما قلتلكم عشان تترى ويكون طعمها جميل معانا. وبعد كده بضيف الكريمة تاني بنفس الطريقة. الخطوات سهلة جدا جدا بتاعد تزين الترطة ومن اول عمل الكيكا لغاية ما هنخلصها ان شاء الله هتلاقوها بسيطة وسهلة واي حد ينفزها ان شاء الله وتنجح معي. انا عايز اوريكو يعني الطريقة لان جربت اصرع الحقيقة مش عارفة اقول كل الملاحظات علشان محدش يكون عندي سؤال او يستفسر على حاجة فعايز اقول لكم كل الملاحظات. فسيبالكو كده تشوفوا يعني بنفسيكو الطريقة انها ازاي سهلة وتركزوا يعني فيها. ده تالت ديسك بقى وسايته برضو بالحليب. بعد كده بقى هزاق يعني هغطي كل الترطاية بقى من فوق من الجناب كلها بالكريمة كده برضو بالمعلقة بطريقة يعني سهلة جدا. اغطيها كلها من فوق من الجناب بالكريمة. وبعد كده هسويها بقى بالقطعة الخفيفة دي اللي بنساوي بها الكريمة علشان آآ يعني تكون مستوية معانا قبل التزيين كده تأكدنا انها بقى تغلفت بالكريمة من جميع النواحي هبدأ بقى دلوقتي اساوي بس الكريمة وازبط شكلها. زي ما احنا شايفين كده من الجناب واي مكان بلاقيه فاضي مفوش كريمة بزاود له كريمة عشان ازبط كده وانا بساوي. ولو اي كريمة زيادة معانا باوديها تاني على طبقة الكريمة عشان هنستخدمها تاني. بالشكل ده بمنتاز سهولة. دي كده بقى وقى الكيكة زي ما بقى لكم القطع اللي ما كانتش منتظمة فرمتها في الكبه بالشكل ده لغاية ما نعمد آآ دي بقى هزاين بها جوانب الترطة. يعني هنزين برضو ببواقل حاجة مش هنجيب حاجة يعني غريبة ولا حاجة تاني مكلفة ولا اي حاجة. باخد كده منها بمنتاز سهولة وآآ بسكينها كده في الجناب بضغط عليها بسيط طبعا بتلزق في الكريمة لغاية ما نغطي كل الجنب كويس. بالشكل ده كده. بتدينا شكل جميل وطعم جميل وآآ برضو من بواقل الكيكة يعني ما استفدنا منها وما زينناش بحاجة مختلفة. هاي شكلها بيكون جميل قوي. بعد كده هزاين بقى بقى الكريمة حطيتها في كيس الحلواني اللي هي البلبلة الوردة دي. وبزاين بقى بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا او تعملوا روزيتات صغيرة جنب بعض كده يعني زي ما تحبوا. الشكل بقى زي ما يعجبكم. بعمل بقى دايري ما يدور كده التورتية بتاعتنا كلها. وبعد كده هنحضر مع بعض جناش الشوكولاتة البيضة بطريقة بسيطة جدا بدون كريمة. برضو جناش اقتصادي وتعمه جميل قوي. كده خلصت تزيين بقى الكريمة حددت التورتية بتاعتنا. دلوقتي بقى الجناش الشوكولاتة البيضة بيكون معي مكعبين شوكولاتة بيضة. سيحتهم على حمام مائي. مع نقطة زيت نباتي بضيف عليهم بعد ما بيهدوا كده وبيبردوا. مع لقتين صغارين زبادي سادة زي ما شوفنا كده. وبقلبهم كويس جدا جدا مع شوكولاتة لغاية ما اختلته مع بعض. ونتأكد ان ما فيش اي تكتلات من الشوكولاتة وده بيكون قوامها. آآ جناش اهو يعني جميل جدا بدون كريمة ولا اي حاجة. دلوقتي هاجف في الجزء اللي في الوسط ده كله. آآ هوزع عليه بقى جناش الشوكولاتة. طبعا انا عاملة التورتية دي كلها ابيض فبيض. لو تحبوا تخلوه الجناش ده جناش الشوكولاتة بقى غمقة. آآ ممكن بس دي يعني عاملها كلها بيضة بقى. ابيض فبيض كده وسنتنا بيضة ان شاء الله. و بوزع بقى جناش الشوكولاتة بالشكل ده بحيس ان يكون مستوي في الجزء اللي في الوسط ده. بعد كده بعمل بقى روزيتات كريمة كبيرة كده في الوسط. وهزين بقى علشان اوضح كده اللون الابيض الجميل ده. هزين بقى بالكريز الاحمر. بالشكل ده كده اوزع برضو. يدينا شكل جميل ويخلي التورتية بتاعتنا شكلها يبقى واضح اكتر. وكده جاهزة معانا خلاص التورتية الجميلة بتاعتنا. ودلوقتي بقى عايزين نقطع قطعة كده من التورتة بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي من جوة والطبعات بقى بتاعتها. عايز اقول لكم طبعا آآ يعني اثناء الشغل في التورتة وتزيينها وكده اي مرحلة تكونوا بتعملوا فيها حاجة يعني مثلا خلصتوا تغليف التورتة بالكريمة وعايزين تفروموا الكيكة عايزين تحضروا جنش الشوكولاتة اي حاجة طبعا في كل الاوات دي بتدخلوا التورتة بتاعتكم على التلاجة على طول عبان ما تخلصوا آآ حاجة تانية بتكونوا محضرينها متخلوهاش برا ابدا علشان الكريمة تفضل محافظة على شكلها وده كده شكل القطعة بتاعتنا ما شاء الله بصوا طبقات الكيكة طبقات الكريمة الكيكة منتظمة كده واسمك واحد ومقاس واحد وشكلها جميل وطعمها بقى اجمل عايز اقول لكم يعني طعمها بجد بجد يعني روعة بصوا بقى الكريمة الكيكة هشة جدا جدا وطرية آآ كأنها كيكة اسفنجية بالزبط بالرغم ان عملناها بطريقة الكيكة العادية ما تعبناش فيها ولا عملنا الخطوات اللي هي بتاعت الكريمة الكيكة الاسفنجية الصعبة المتعبة اللي بتكون صعبة على ناس كتير وكمان ببيضة واحدة بس كيكة الاسفنجية بتبقى عزالها كده ستة او سبع بيضات آآ طريقة بسيطة ومقادير بسيطة والطعم بصراحة تحفى والنتيجة تحفى هتعجبكوا او او ان شاء الله واي حد يقدر ينفزها عايز اقول لكم بس على كام حاجة يعني لو ما عندكوش مقاس القلب بتاع الخبزنا في الكيكة نفس المقاسات اللي قلتها لكم طبعا تقدروا تستخدموا قلب يعني المقاسات يعني متقربة مش لازم زيه بالزبط وكمان لو تحبوا تعملوا بقى الكيكة كلها خفصانية دائرية مقاس ستة وعشرين مثلا وتخبزوها كلها عادي زي اي كيكة عادية خالص وبعد كده اما تخرج تقسموها تلات طبقات وتشتغلوا الترطية بتاعتنا بنفس الخطوات برضو اللي رايحكم بس انا حبيت اقول لكم على الطريقة السهلة دي النهاردة وبتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله بقى تنفزوها وتنجح معاكم وتقولولي ايه رأيكم ونتقابل على خير بازن الله فيديو جديد مع السلام.